على الاشلاق دي وحاسس بايه حاسس بالنصر حاسس ان انت يعني كسرت مصر اطلاقا ولا تهز فينا شعرة ولا تفرق معنا حاجة احنا عندنا حزن غير طبيعي ولكن خليك عارف ان المصريين في الصعيد ما بياخدوش العز قبل ما ياخدو الطار وفي بحري بيطلعوا بالشهيد اللي بيص ابيض ويزفوه فانت جاي مع شعب اخر ما يمكن ان انت تقوله ان انت حتهده وتخوفه هتقعدنا في البيوت مش هيحصل عمرها ما هتحصل ولا هنقبلها ولا ده احنا سبحان الله من الغباء بتاع الناس دي انها يا ما بتقراش تاريخ يا اما ربنا عمي بصلتهم انتوا بتتعاملوا مع ناس كل ما يعني تضرهم اكتر بتوحدهم اكتر انت كل ما تقتلوا فينا اكتر كل ما مرة مسلم مرة مسيحي مرة طفل مرة زابط والله بتجمعونا اكتر بتخلونا نمسك في بعض عشان بنشوف الخطر لما تشوف التبرع بالدم النهاردة اللي رايح ده ما بيسألش انا دمي مسلم وحتدول مين او دمي لا لإطلاقا انت بتحسسنا ان احنا فعلا مناش غير بعض يعني منطق المؤامرة ده اللي الناس كتير بتستنكره او بتستخف بيه خلاص ما بقاش قدامنا تفسير غيره اه احنا في مؤامرة واللي يقول غير كده يبقى مغيب يبقى راجل طيب وعلانياته واهبل مش سرق يعني انا اسف على استعمال كلمة اهبل بس ده حقيقي احنا في مؤامرة احنا في مؤامرة